السلام عليكم اعزائي طلبة وطالبات واولياء امور الصف الثاني الاعدادي ان شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب بتبيبت الوحدة الرابعة. زي ما عملنا قبل كده هتلاقي موجود عندك على القناة شرح الوحدة الرابعة بالكامل. السؤال الاول عندي بيقول هنا مين هو الشخص اللي بيعطي المال توهيلب بيبول مين بقى هو الشخص اللي بيدفع فلوس علشان يساعد الناس والاماكن. طبعا اللي بيدي فلوس ده اسمه الكفيل او الراعي. الكلمة دي اللي هيك. السؤال اللي بعده بيقول هنا هنا بيقول ان اللاعبين بيحرزوا الاهداف بواسطة رمي الكرة في الجول بواسطة رمي الكرة في الجول ده في لعبة ايه بقى شباب طبعا بيرمي الكرة بايده كده دي لعبة الهاند بول اللي هي اليدي هنا. السؤال اللي بعده دكتور مجدي يعقوب. طيب هنا الدكتور مجدي يعقوب عايز يقول لك بيعتني بالاطفال اللي عندهم مشاكل في القلب. مشاكل في القلب اللي هي اسمه هارت بروبلمز. السؤال اللي بعده هنا بيقول الممرضة كانت ايه هي انقذت الناس كتير طبعا 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 بطل اللي هي كلمة هيرو. الصبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول له هنا اه نوات نوز هاو تولوك انسايد زبدي طبعا اللي بينظر داخل الجسم جسم الانسان يعني. خلي بالك اللي بينظر داخل جسد الانسان علشان يساعد المرضى ده اسمه مين طبعا الجراح طيب كلمة الجراح اللي هي طبعا سيرجين. السؤال اللي بعده ارقان نوات دازك سيبرمينس خلي بالك بيعمل تقارب to study and find out about how things work. مين بقى اللي بيعمل تقارب علشان يكتشف كيف تعمل الاشياء. طبعا ده العالم كلمة عالم اللي هي الساينتست. يبقى اللي بيعمل تقارب ده اللي هو الساينتست. اللي بعده ده نوات ايجيبشن هاند بول تيم فريق كورة اليد المصري. خلي بالك. هنا عايز يقول ان فريق طبعا تحت تساتشار سنة. تحت تساتشار سنة ده اسمه فريق الناشئين. الناشئين طبعا كلمة اسمها جانيور. يبقى فريق كورة القدم كورة اليد للناشئين اللي هي جانيور. اللي بعده. الحدث اللي الناس بتحاول تحصل فيه على جائزة. انها تبقى الافضل طبعا ده اسمه المسابقة او المنافسة. كلمة منافسة او مصابقة اللي هي طبعا كلمة كامبيتيشن. السؤال اللي بعده ساميرا موسى هنا بيقول ان ساميرا موسى هي طبعا عالمة آآ نووية مصرية اللي بعده طيب احنا قلناها قبل كده. اللي بيدي الفلوس للناس او للمنطقة ده اسمه اللي هو طبعا الراعي او الكفيل. اللي بعده. طيب من بقى اللي بيدي الفلوس للفقراء والمرضى والناس اللي ما عندهمش منزل او بيت. طبعا دي اللي هي المؤسسة الخيرية. السؤال اللي بعده. خلي بالك الفرقة اللي فيها سبع لعيبة دي فرقة كرة اليد. احفظها باي. بكرة اليد اللي هي هاندبول. يبقى فريق كرة اليد بيكون في سبع لاعبين. تاني جهة اللي هي تونس. هاز one of the best handball not in africa. هنا بيقول ان تونس طبعا هي افضل عندها افضل فرق هاندبول فرق يد في افريقيا. كلمة فرق رياضية اللي هي كلمة teams. اللي بعده. the Egyptian handball team. فريق كرة اليد المصري. one an important not in twenty twenty. عايز اقول لك ان هو فاز باي مهمة جدا في سنة عشرين عشرين. طبعا هو فاز بمنافسة او مصابقة اللي هي competition. اللي بعده. two not means to be the first in a game or competition. اللي معناه انك تطلع الاول في مسابقة او لعبة. طبعا معناه انك انت تفوز. كلمة يفوز اللي هي when. اللي بعده. we not experiments at the school lab every monday. طيب خلي بيعليك بقى كلمة experiments اللي هي التجارب. دي بيجمعها do. يعني نعمل تجارب في المدرسة في معامل المدرسة. كل يوم اثنينة. بس ما do experiment. السؤال اللي بعده كده بيقول لي هنا the not Egyptian handball team did not win the final in twenty eighteen. خلي بيعليك بيقول ان فريق كرة اليد المصري ما فازش بالمسابقة. ايه بحين عايز اقول لها شباب عايز اقول فريق الكبار اللي اسمه senior. اللي بعده. teams from africa never won the handball world cup. هنا بيقول ان فرق الفرق الافريقية ما فازتش بكرة اليد او بنهائي كرة اليد كأس العالم. كلمة نهائي اللي هي final طبعا. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا exercise على الدرس الاول والتاني. بيبدأ معها بسؤال ده لك سؤال المحادسة. خلي بالك سؤال المحادسة سؤال مهم جدا. اهم حاجة طبعا انك تقرر المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? بتسألها عن دراستها يعني. فبتقولها هنا. خلي بالك السؤال ده لما تبدأ بمحادسة اكيد في اسئلة بعد كده. يبقى اجاب عليه يعني هل اقدر اسألك بعض الاسئلة? اكيد هتقول له. طبعا بالتأكيد. يبقى تقول شور. تقول يبقى لازم لما تسيل السؤال في اول محادسة الاجابة هتكون شور. سوزان سألت سؤال. اول سؤال بقى نعرى الاجابة علشان نعرف السؤال. الاجابة كده بتقول لها انا ولد وتقول لها التاريخ ان هي تولدت في شهر مايو الفين وساعة. طالما فيه تاريخ يبقى بتسأل عن ايه? متى ولد? كلمة متى ولد دي اللي هي يا شباب? اللي هي طبعا يبقى اول حاجة الاجابة عندنا طيب بعد كده بدأت سوزان تسأل سؤال تاني لازم اقرى الاجابة علشان اعرف السؤال. الاجابة بتقول لها هنا طيب انا رحت مدرسة الابتدائي لما كان عندي ست سنين. يبقى السؤال ايه? امتى رحت المدرسة الابتدائي? يبقى تقول لها زي متى اللي هي خلي بالك بقى تحت بتقول لها ده ماضي بسيط. يبقى هنا الفعال المساعدة عندي دد. يبقى هنا وين ودد بي بعد الفعال في المصدر. فتقول لي السؤال امتى يعني انت زهبتي الى المدرسة الابتدائية? لانها في الاجابة وبتقول لها طبعا لما كان عندي ست سنين. يبقى هنا سوزان سأل السؤال تاني طيب هنا المدرسة الاجتدائية بقى بتقول لها امتى بدأت المدرسة العددية? قالت لها الاجابة. خلي بقى لك بقى في مرحلة الاعدادي بتبدأ انت عندك اتناشر سنة او حداشر سنة. تقول لها وتقول السنة مسلا يبقى بتقول لها امتى بدأت مدرسة الاعدادي فقالت لها مسلا. سوزان قالت طب ايه بقى كانت المادة الدراسية في الابتدائي بتاك? خلي بالك المادة الدراسية هنا في الماضي فهتقول لها تقول لها لان السؤال هي تسألها ايه بقى المادة الدراسية اللي كانت مفضلة بالنسبة لك. يبقى لما بتسأل السؤال ده بجاوب اول وقول طبعا كانت يعني وقول بقى اسم المادة اللي انا عايزة. فهتقدر يقول مسلا او اي مادة تانية. يبقى هنا السؤال اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء الاسئلة الخاص بالقواعد. السؤال الاول خلي بالك الزمن هنا في الماضي بيقول له يعني اصدقائك جاهزين للمتحان. طيب ما عنديش فعل اساسي في الجملة. يبقى عايز يا وازي يا وير. دي جمع. طالما جمع بتسأل يعني هل صحابك جاهزين للمتحان. طيب اين واي سنة فاتت ده ماضي بسيط على طول. ماضي بسيط دور على الفعل اللي اخره ايه دي. يبقى هنا بيقول ان جدي توقف عن العمل في سنة الفين وخمستاشر. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول له هنا. خلي بالك كلمة دي ماضي بسيط. عايز يقول اخويا عايز يقول هنا سافر الى لوكسور. طبما يا شباب ماضي بسيط يبقى الفعل اخره ايدي. يبقى هنا اقول له سؤال اللي بعده. بيقول لي. خلي بالك انا زرت المتحف المصري. عايز يقول منذ عامين. اللي بيجي يا شباب قبل مدة زمنية بيدل على الماضي بسيط الى كلمة منذ يعني. اللي بعده. حسام نقطه خلي بالك الجملة دي مهمة كويس. الجملة دي ماضي. تمام? لكن هنا حسام هو دعا ولا دعية دعية بدأ اسمه مبني للمجهول. مبني المجهول والفعل في التصريف التالت. طيب حسام ده مفرد يبقى هنا استخدام والتصريف التالت اللي هو يعني هو دعية الى اجمالات عالية. اللي بعده وان عمر لما عمر كان عنده اتنين وعشرين سنة خلاص ده ماضي. بيقولك ان سمكة القرش هجمته وطبعا لازم اجيب الفعل هنا فيه الماضي. الماضي اللي هو فقط رجله يعني. اللي بعده خلي بالك برضو. الحدث هنا كله فيه الماضي. طبعا الحادث فيه الماضي هشباب بتجيب الفعل فيه في الماضي. يبقى هنا اقول له طبعا وانت. بس خلي بالك خلي بالك. ده سؤال. في السؤال بقى ما ينفعش ان انا استخدم وانت. ليه? لان السؤال ديد. ديد لا شرط الان فعل يجي فيه المصدر. المصدر يبقى له. يبقى هنا الصح هيكون. يبقى له سؤال اكوريكت. السؤال الاول. دي يا شباب اللي هي طبعا بتقوله على الماضي. يبقى عيز حاجات كتير. الليلة اللي فاتت. يبقى يبقى هنا اجيب الماضي من دو. دد و دو هنا فعلا اساسي. اللي بعده. طيب خلي بالك. دو ما تنفعش اليه عشان في يسر دي. مبارح ده ماضي. يبقى هنا اسأل بايه? بديد. لان عندي ميت فعلا في المصدر. يبقى دد يو ميت. اللي بعده. مجد يعقوب. طبعا خلي بالك هنا وبيضحك عليه. كده بل كلمة اي لا يا اخي رائع اي ما ينفعش. زبطاله قولها يسمع اجو. لان دي مدة زمنية بيجي بعدها كلمة اجو. منذ يعني وقت طويل. اللي بعده مجد يعقوب. طبعا هو هنا بيساعد فساعده في الماضي ينفعش ان انا اقول هو اللي ساعد فهنا تقول ساعد الناس اللي عندها مشاكل في الان. بعد كده نكمل مع بعض اختاري السؤال الاول. لص يعني. هنا حدث في الماضي. انو اي سنة فاتت ماضي. بلص هاجمني في الماضي. اخرها ايدي. يبقى تقول لي اللي هي طبعا هاجمني. اللي بعده مجد يعقوب. خلي بها لك بقى احنا عارفين هي اسمها ولدها. ولده مجد يعقوب ده مفرد يبقى له. اللي بعده دي معنى الاسبوع اللي فات ده ماضي. بيجوا اراها المصدر. او عتنسى. طبعا ما سؤال او نفي يبقى الفعل في المصدر. المصدر اللي هو. اللي بعده. طيب هنا يا شباب عندي هاف جاء في المصدر. وده سؤال يبقى الفعل مساعد في الماضي. اللي هو طبعا يبقى. طيب قلنا اللي بيجي قبلها المدة زمنية اللي هي كلمة يبقى. خلي بقى لك منزو. عايز اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا. خلي بقى لك دي ماضي. يعني لما انا كنت صغير يبقى اكيد انا كان عندي عجلة. الماضي من هاف اللي هو هاد. يبقى. اللي بعده. طيب خلي بقى لك دي بتدل على الماضي. الامتحان اللي فات. يبقى هنا عايز يقول ان هو ما يعرفش. يبقى كلمة نفي. النفي اللي هو didn't know. didn't والمصدر. اللي بعده. طيب برضو هنا start جاء في المصدر وده سؤال في الماضي البسيط. يبقى عايز قول امتى بدأ اللي هي did you start. اللي بعده الحدس هنا في الماضي. تمام. طيب هنا الطلاب دي جمع. والفعل هنا في التصريف التالت. يبقى ده ما بنلمجول في الماضي البسيط. طيب اشوف بقى الطلاب دي جامع ولا مفرد. جامعي. بقى عايز وير. اللي بعده. he started playing when he was little and he not always good at it. هو بدأ لعب الشطرنج وهو كان طبعا صغير. اندي هي خلي بقى لك بقى هنا. هي دي مفرد طالما مفرد يبقى اقول له يا شباب. الحدس كله في الماضي. والفعل مفرد يبقى واز. بعد كده عندي سؤال. السؤال الاول بسملة نقط. الغلطة هنا ان اللي بسملة دي اصلا مفرد. ما ينفعش استخدم معا. هنفي برضو ولكن هنفي. يبقى بسملة. ما كانتش في المدرسة مبارح. اي سؤال اللي بعده? how long did it not talk? طبعا ما ينفعش. طبعا السؤال في did كفعل مساعد. يبقى على طول في حالة السؤال بيجي الفعل في المصدر. المصدر من talk اللي هو take طبعا. خلي بقى لك في السؤال did or didn't بيجي بعدها المصدر. يبقى take. وليد نقط. خلي بالك بقى هنا ما ينفعش استخدم بها. حصرفها. طيب وليد ده مفرد ولا جعم? مفرد يبقى هنا اقول وليد ووزا فكان فلاحي. and layla نقط in England from nineteen ninety five to twenty ten. خلي بالك هنا ما ينفعش الحدس في الماضي. ليه? ان واي سنة فاتت ده ماضي. طيب ماضي الماضي من live اللي هو اخره ايدي. تبقى live. اللي بعده. I watched a nice film. not week. طيب كلمة جاية هنا في الماضي. فنفعش اقول لي الاسبوع اللي جاي اقول لي اسبوع اللي فات. طيب اسمها last week. يبقى هنا اقول له last. السؤال اللي بعده بيقول لي. not your parents help you at school. when you were young. طيب برضو قلنا when you. ده طبعا حدس في الماضي. في الماضي بس قلب يدد مش ده. يبقى لوا dead your parents. السؤال اللي بعده. why? نواط عادل. take his medicine yesterday. كلمة yesterday دي معناها الامس. الامس ده ماضي. منفعش اسأل ب doesn't. يبقى اسأل ب didn't. كفعل مساعد. why didn't عادل. يبقى هنا didn't. مش doesn't. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا على الدرس الاول والتقني. بيبدأ معها بسؤال دهي لك سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك. والترجمها قبل ما تبدأ التحل. وزي ما قلت لك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه. مجدا is talking to داليا about heroes. يعني هنا مجدا وداليا بتكلموا عن الابطال. فبتقول لها who is a hero. مين هو بقى البطل من وجهة مزرك. ردت عليها اجابة. بعد كده الكلام اللي جاي ملوش علاقة بالاجابة. فهيانا تقدر تكتب اي اجابة انت تتوقعها. يعني البطل ممكن يكون هو الشخص الشجاع. فاي هتقول لها he is someone he is هو يكون someone شخص ما هو is brave الشخص اللي هو بيكون شجاع ما بيخافش يعني. هي شايفة ان البطل هو الشخص الايه brave الشجاع. مجدا سألت سؤال تاني طيب بيعمل ليه الشخص ده? فداليا برضو هتجاوب اي اجابة لان ما فيش علاقة هنا بين اللي تحت واللي فهيانا تقدر تجاوب اي اجابة. فهتقول لها اهيرو او تقول لها هي هو عادة ممكن نقول اي صفة كويس يا شباب يعني يكون طيب مثلا وصبور. يبقى الاجابة كلمة اللي هي معناها صبور. يبقى هو عادة بيكون طيب يعني. مجدا سألت سؤال. ارى الاجابة عشان اعرف السؤال. الاجابة بتسأل هنا على الدكتور. هو بينقذ الناس كتير. يبقى هو بتسأل هل الدكتور ده بطل? هل الطبيب? وتقول لها بطل لانها في الاجابة بتقول لها ايوة الدكتور بطل علشان بينقذ حياة الناس. يبقى السؤال مجدا سألت سؤال الاجابة. لازم اقرأ الاجابة علشان اعرف السؤال. نفس السؤال برضو ولكن هنا بيقول لي في الاجابة يعني انا اعتقد السؤال عنه على طول بيكون هل انت تعتقد? يبقى تقول لها هل تعتقد ذات ان الفايرفايتر اللي هو رجل المطافي بتتكلم بتقول لها انا اعتقد ان الرجل المطافي كمان بطل فبتقول لها هل انت تعتقدي ان الفايرفايتر اللي هو رجل المطافي ده كمان بطل فبتقول لها ايوة انا اعتقد طبعا ان هو بطل. يبقى هنا do you think that a firefighter is a hero? اللي هو طبعا تعتقد ان ده بطل. بعد كده سألتها او قلت لها حاجة بتقول لها we should thank all those people. اللي لازم نعمله تجاه الناس دي. فقلت لها yes you are right. ايوة انت على حق. طبعا بتقول لها ان احنا لازم طبعا نشكر الناس دي. yes you are right. انت على حق. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا the ايجيبشن بلاير اللاعب المصري. one is a gold medal. عايزو اقول لك فاز بالمديلية الذهبية. he is a real not. هو حقا بيكون ايه? طالما هو فاز بمديلية ذهب يبقى هو طبعا بطل. اللي هي كلمة هيرو. السؤال البعده. a not is a girl or woman. خلي بالك هنا بيقول لك بنت او سيدة. دي مين طبعا هي الانسة اللي هي في ميل. السؤال البعده. محمد صلاح. plays not liverpool. خلي بالك عندنا حاجة اسمها play four. يلعب لصالح فريق liverpool يعني. اللي بعده? مجدي يعقوب started and what to help people with heart problems. هنا الدكتور مجدي يعقوب عايزو يقول لك بدأ طبعا مؤسسته الخيرية لعلاج مشكلات القلب عند الناس. طبعا مؤسسة خيرية اسمها charity. السؤال اللي بعده. did you win the first prize? no i a. خلي بالك. هنا بيسأل هل انت فزت بجائزتك الاولى? no i a. خلي بالك السؤال بdid وعندي no. يبقى هنا الاجابة no i didn't على طول. بجيبها منفية. يبقى هنا didn't. اللي بعده ايجيبت's football team فريق كرة المصري قدم the Africa cup of nation in 2010. خلي بالك عايز يقول لك ان هو ماضي بسيط ان واي سنة فاتت يبقى one. فاز بالجائز. اللي بعده when not your grand father born. ان هنا عايز was aware. على حسب الفعل. grand father هنا او your grand father دي مفرد. يبقى هنا يسأل بيه was. ولده. متى ولده هنا. اللي بعده. طيب هنا بيقول ان الاهرامات عايزول لك بنيت وير بيجيب بعدها التصريف تالت اللي هو طبعا ما بنى المجهول. يبقى منزو الاف سنة. بعد كده عندي سؤال السؤال الاول. خلي بالك بوت متنفعش. ليه? لان بيجيب بعدها الفعل في المصدر في السؤال. عايز مصدر الفعل. حتى لو جملة ماضي وبدأ ابدد اجيب المصدر. مصدر من بوت اللي هو باي يشتريان. يوسف نقط بورن ان ناينتين سكستي تو. طيب برضو هنا احتاج ان انا اشوف يوسف مفرد. بنفعش بيه. بيه في المفرد مع الماضي was. اللي بعده. هي نقط طيب الجملة دي في زمن الماضي بنفعش اسختم كم. هنا اقول له هي كيم الماضي من كم اللي هي كيم. السؤال اللي بعده. كريم نقط لاست ويك. دي ماضي بسيط. يبقى هنا اجيب الفعل في الماضي. اخره ايدي. سهلة كده. فاسمعها. السؤال اللي بعده بيقول ليهبى نقط تو كندا او ويك اجو. طيب منزو اسبوع طبعا ده ماضي. طالما ماضي بقول له طبعا فعلى اخره ايدي. بقول له ترافلد. اللي هي يعني سفرت الى كندا. بعد كده بيكون عندي في سؤال السؤال ده مجاب عنه في اخر الكتاب ولكن ان شاء الله هينزل شرح السؤال ده بالتفصيل واهم الموضوعات في منهج تاني عددي.